تعال اشوف مصلحة الصلاة بعيد عن الدين وعن الإسلام عارف ايه لي يا فندم؟ الصلاة من العبادات عجبان الجملة دي قوي بمنزلة الرأس من الجسد بمنزلة الرأس يعني يا فندم يعني هنجيب الدين كأنه جسم الزكاة إيد ونريجي إنما ممكن يمشي من غير إيد ممكن لوحد بغير رجل يعيش ممكن لوحد بغير رجل يعيش إنما من غير رأس كمل الجسم ومنوش لازمة الصلاة من العبادات بمنزلة الرأس من الجسد وكم الكلام حلو قوي هنقول بعضه بسريع سريعا كده قال إيه قال إن لم تكن الصلاة رأس العبادات لعدت من صالح العادات رياضة أبدان وتهزيب وجدان بأحمد شوقي بأحمد شوقي آه إن لم تكن الصلاة من صالح من العبادات لعدت من صالح العادات رياضة أبدان وتهزيب وجدان وطهارة أردان وشتى فضائل يشب عليها الجواري والغلمان عودتهم البكور وهو مفتاح باب الرزق انظر جلال الجمع وكيف ساوت العلية علية القوم بالزمع خر القوم للجباه فالكل أشكال وأشباه الكل سواء أمام الله خر القوم للمناخر فالصف الأول كالآخر الله والله ربنا يباريك لحمد شاوك آه لا ده كلام كتير قوي قوي طيب أول ما يحاسم علي العبدهم القيامة الصلاة وأنا بنادي النهاردة على الجماعة المتكسلين عن الصلاة لإني يا فندم اللي ما بيصلوش على حكتين أنا بطمينكم ما تقلقوش اللي ما بيصلوش يدعوه هانم على نوعين نوع بيقولك لا لا مش معترف بالصلاة لا ده واحد بيقولي أنا مش معترف بحاجة اسمها صلاة ده خرج من الدين أنكر معلوما من الدين وتقريبا مفيش حد كده يعني مفيش حد بفضل الله ونوع بيتكاسل شوية المطبخ شغلها المشاكل شغلاها وظفتها وظفها ووظفته شغلاها ده اسمه تكاسل عن الصلاة مش جهود لا متكاسل المتكاسل ده تصور ربنا قال إيه وصفوا بإيه معلش هتزعلوا مني شوية بس ده لازم قال إيه إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَةِ يعني اللي بيصلي هو كسلان منافق وما اللي بيصليش وما اللي بيصليش يا فندم ده الموضوع صعب ولذلك بص يا فندم ده إحنا ساعات بنقوم نصلي واحنا متلجين لا مش كسل نفسي التكاسل ده هو اللي هو التأخر والتباطئ إنما كنا متكسلين نفسيا عايز أقول لها ديك حاجة المفاجأة بقى يعني مثلا كم مرة أنا بقول العادي اللي بيحصل ومش المفروض يعني كم مرة نسمع صلاة الفاكر نبقى متلجين مثلا ونقفل المنبه يعني ساعات بقى طالما مش متعمد كلنا كذلكم كل ده كلنا الشخص طالما مش متعمدين ولذلك ربنا لما تكلم عن الصلاة قال واستعينوا بالصبر رقم واحد والصلاة وإنها لكبيرة لكبيرة إلا على الخاشعين كبيرة يعني إيه تقيلة الصبر رقم واحد لأن الصلاة نفسها محتاجة الصبر وربنا لما أمرنا نؤمر أهلنا وزوجتنا وأولادنا بالصلاة ألوى أمر أهلك بالصلاة الموضوع مش بسيط هقول حاجة بقى مهمة جدا كل العبادات بتاعت الإسلام بني الإسلام على خمس الشهادة رحمة رسول الله إقام الصلاة إثاء الزكاة صوم روضان حج البيت كل واحد من الخمسة ممكن يسقط يسقط عند عدم المستطاع إلا الصلاة تصور الشهادة نفسها ممكن تقع تسقط عن الأخرص يسقط طب الصيام مش قادر أو مسافر يسقط طب الحج ما معيش يسقط طب الصلاة لا تسقط أبدا تعرفة لا تسقط الصلاة إلا بأمر ما لاش عزر إلا أمرين إثنين إلا سالي سلاهما واحد العزر الشرعي للمرأة الحيض العادة الشهرية أو النفاس دم الولادة والجنون إذا ذهب العقل ولذلك النبي ذاكي أو حد في غيبوبة أو كده زهاب العقل جنون أو زهاب العقل أو واحد في غيبوبة أو واحد في مرض أو كده لا مرض وصاحي غير مرض عقلي أقصد مرض عقلي سيدنا نبي لما لقى رجلين والصلاة مقامة وهم وقفين وراء في المسجد بيتكلموا ما صلوش مع النبي فالنبي سألهم بسؤال حلوة ما أحرجهمش قال لهم ألستما برجلين يعني يعني أنتو العقل بتاعكو حاضر أنا عند العزرين اتنين هما اللي ما يخلكوش يصلوا يا إما أنتو ستات وعليكم العادة الشهرية أولين لا وده مش موجود والعقل موجود ألستما برجلين لأنتم الستات أنتو ما عندكوش عزر ما صلتوش معنا لإيه بس النبي بيوصلها لهم بأدب بطريقة مؤتب وذلك النبي قال صلي قائما فإلا ما استطح فقاعدا فعلى جنبك فعلى ظهرك فبيرمش عينيك فأجل الصلاة عارف يا فندم الشيخنا قال لنا إيه قال لو كانت الصلاة تسقط عن أحد لكان أولى أنها تسقط عن الجندي في ميدان المعركة تعرف الجند على الدبابة وعلى السلاح وعلى السلوح لازم يصلي صلاة اسمها صلاة الخوف بطريقة معينة بهيئة معينة مش وقتها ده بس يصلي تصور يا فندم يبقى الصلاة لأ عايزة أعرف إيه صلاة الخوف صلاة الخوف دي يا فندم إن الجندي قائد الجنود بس مخصصة للجنود للحروب للحروب فقط إن الجندي كل جندي بقى في السلاح بتاعه أو في المجموعة بتاعته يصلي بيهم نصهم هو هيصلي مثلا العصر هو يصلي الأربعة كاملين وجماعة من الجنود يصليوا وراه ركعتين من العصر الأولانيين وجماعة يحرصهم وجماعة يحرصهم وبعدين هو يجي في التشاهد الوسط اللي وراه يسلمهم ويحرصهم والتانيين يخشوا يصليوا اتنين معا شوفي شوفي ليه الموضوع ده لأن الصلاة لها تسقط أبدا أبدا